السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم انا محمد اياش طبعا اليوم افرجيكم فلوك جديد سوري على القطعة شهرين قلت مبارح بدام قطعت شهرين خليني قبل 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 مبارح قلت بدام قطعت عنكم شهرين كاملين قلت خليني اعطيكم المقطع طبعا اليوم اعطيكم ثلاثة اشياء حصلت لي اول شيء اول شيء سيارة كانت تتعسني ثاني شيء ثاني شيء يومت لما كنت بنقتل ايام كنت بحرق البنزين ومدري ايش وحطعت بنزين في السيارة المهم بقول ثالث شاي ثالث شاي انه كنت بنط مرة ع السرير ومرة كنت بنط مرة ع السرير لانه مفيش شيء بطيك وثالث شاي لما كنت بنعدي الرجال من الشباك اول شيء نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والسرات والسلام على العشرة في الهربية والمسلين يلا نبدأ بس نروح مكان كوي كده اقول انا يمكن واضحة يمكن واضحة جوال وقع جوال وقع جوال وقع سلام الله ايه ارمان اقول اول قصة اول قصة طبعا تسمعيني اول قصة يا حبيبي احنا اول قصة اش قلنا احنا نبدأ حقراء بقراء اقول لي عمي يعد للعشرة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وقفت على بغيت الشباك مره قد وقفت على الشباك فقعت رجال قلت خلينا نادعلي طبعا اي شباك فاخزوق من هنا خلاص فقلت خلينا نادعلي اعمل زي شرطي ومدريش ونادي عليه ويطلع مع اسكين ومدريش ونادي يلعنى أبو شك 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 احرام احرام يجعله يكون مسلم يا رب فمدت عليه يطلع مع السكين ومدريج ولا أكلم الشرطة ومدريج ولا أعرف المكان كنت صغير حتى بينكم كنت مدقوف كنت ألقى في واحد كنت أحب اللقافة أول مهمة يلا حقرة بقرة أصح حقرة بقرة أصح حقرة بقرة أصح حقرة بقرة أصح وقفت عند بغيت أكيب البنزين أول مرة كنت ألعب أصدقائي في السيب طبعا الحارة الحارة ماذا خده؟ المهمة الحارة كنت في الحارة حتى في الشارع لم يأتي إلا كنت في الشارع ليس في الشارع لقد أصدقائي في السيارة وقفت سيارة وفتح البنزين وضع الميا أصدقائي في السيارة يا الله والسيارة أول صاحب السيارة مشغل أول ما استغلت السيارة مشت قاعد كب يمكن زيت أو بنزين أصدقائي في السيارة فالرجال خلص البنزين طبعا القصة هذه عن جد حصلت لي وأنا كنت خايف جدا بس شيء مهزن والله بس شيء مهزن والله بس شيء مهزن والله بس شيء مهزن طبعا شيء ثالث مرة تلعلي شيطان شيطان خراس الخبفية والخبائن كنت لسه كيجى فري كنت لسه يعني كان عمري خمسة ومالت هالي رجان ومدريش ويطلع هوا هوا واروح كل الناس كل البيت نايم وافتح الباب واذا مدريش ما في حد صاحي في البيت يعني أنا مع الجد خفت بالأول ومساكت سكينة وعندي برودة برضو عندي برودة وعندي شاس ماذا سكين قوي حق القتل فيطلع عنجد والله أطلع يسمع صوت من الحمام صوت تكسير ومدريش تكسير وترعيب ومدري إيش قلت تخلني أروح طبعا أنا صحي أنا بنام آخر واحد بصعا